الجيش العربي السوري يتقدم في منطقة الخالدية بحلب على عدة محاور بتجاه الإرهابيين على دوار الليرمون كما يتقدم الجيش من الجهة الشمالية بتجاه الطراف بني زيد خطة غرف عمليات الجيش العربي السوري لمعاركة حلب تضع وتقطف ثمارها من خلال السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة حققت نجاحا متميزا على كافة الاتجاهات في حلب وريفها معنويات الجيش والقوات الرديفة والصديقة عالية جدا المسلحون مهزمون لأنهم أشرار قتل منهم المئات وانهزم أكثرهم خسائرهم كبيرة في العتال بكل أنواع راجمات وقازفات غاز وهونات متعددة ومحمولات رشاشات مختلفة انتفاعات الجيش بتجاه محاور منطقة الخالدية والليرمون واستراتيجية القضن وتشكيل هجمات سريعة ومباغتة قامت بضم أبنية ومعامل تأخذ مساحات واسعة في جغرافية المنطقة ترجمة نانسي قنقر